اشتركوا في القناة لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا كفرانك ربنا وإليك المصير وذات يوم أتى جبريل عليه السلام ليعلم المسلمين ما الإيمان فقال للرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت فنحن ولله الحمد نؤمن جميعا بالكتب السماوية المنزلة على الرسل من عند الله وتعرفنا من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على بعضها زي القرآن الكريم والإنجيل والطورة والزبور وصحف إبراهيم وموسى ولم تسلم الكتب السماوية عاد القرآن الكريم من التحريف فجاء الكرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ولما أضاءت ربوع المدينة المنورة بنور الإسلام أتى أحبار المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ببقايا علم الكتاب يختبروه ويمتحنوه ولما علم عبد الله بن سلام وكان أعلم اليهود بالتوراة مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ذهب إليه وقال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيه ما أول أشراط الساعة يعني علمتها وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا أي قبل ذلك أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا أعاذه الله من ذلك فأعاذ عليهم فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا قال هذا كنت أخاف يا رسول الله فكيف لذاك الرجل الأمي الذي لا يعلم الكراءة والكتابة أن يعلم إجابة هذه الأسئلة والإجابة أنه نبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم وبكل تأكيد جاء الكرآن الكريم مصدقا لما بين أيدي اليهود من علم الكتاب فهل صار اليهود أمينوا وصدقوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الكرآن الكريم استكبروا وقالوا نحن نؤمن بما أنزل الله على أنبيائنا ونجحد ما أنزل بعد ذلك وهو الحق مصدقا لما معهم من الكتاب فلو آمنوا حقا بكتبهم لآمنوا بالقرآن الكريم قل لهم أيها الرسول إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم فلماذا قتلتم أنبياء الله من قبل أمر الله عز وجل اليهود أن يؤمنوا بالوحي المنزل من عند الله دون النظر لمن نزل عليه هل هو من العرب أم من اليهود ولكن امتلأت قلوب اليهود حقتا وحسدا وكرها وبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه الكرآن الكريم وللعرب أن يكون الرسول منهم وقالوا نؤمن بما أنزل علينا فقط من الطوراة ونجحد ما سواه وما بعده من الكتب السماوية وقولهم مردود وهو الحق مصدقا لما معهم من الطوراة فإن آمنوا حقا بالطوراة واجب عليهم أن يؤمنوا بالقرآن الكريم فلما تقتلون أنبياءكم هل الطوراة تجيز لكم قتل الأنبياء قال ابن القيم في يوم واحد قتل اليهود سبعين نبيا والسؤال المهم هنا لماذا قتل اليهود الأنبياء وهم خير البشر كان اليهود دائم تحريف الطوراة وكان الأنبياء يأتون اتباعا ليأمروهم بالعودة إلى الطوراة المنزلة فكانوا يكذبون فريقا وإن لم يكفي التجذيب كانوا يقتلون فريقا آخر وفي هذه الآية الشريفة قامت الحجة على اليهود مرتين من وجهين الأول كفر اليهود بالقرآن الكريم المصدق لما بين أيديهم من الطوراة هو كفر بالطوراة والثاني قتلهم أنبياء بني إسرائيل مخالفة صريحة لتعاليم الطوراة كان أولى لليهود أن يقبلوا الحق ممن جاء به دون تخيير فليس لنا أن نتخير بعض الحق ونرد بعض الحق لهوى في أنفسنا وللأسف الشديد كثيرا من الأمة الإسلامية يردون الحق ممن يبغض أو يكره من علماء المسلمين أو عوامهم أو طائفة من طوائفهم قال تعالى قد يتصور البعض أن الإكرار بالحق هو إكرار بفضل من أتى بالحق فيرد الحق بغضا وحسدا وكبرى ولنا في الكرآن عبره وعظة ماذا فعل سليمان عليه السلام لما أتى الهدود بخبر قوم سبأ فهل رد الخبر لحقارة من جاء به أم تثبت من صحة الخبر وكان عاقبة هذا أن دخلت أمة كاملة في دين الله سبحانه وتعالى فمن يستخرج اللؤلؤ من أعماق البحار لا يقلل من قيمة اللؤلؤ وإن كان لا شأن له وهكذا الحق ندور في فلكه وإن جاء من رجل بسيط هل أنت على استعداد لكبول الحق من الشيطان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قول الحق من الشيطان حين قال لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أما إنه قد صدقك وهو كذوب والقصة باختصار وكل الرسول صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بحفظ زكاة رمضان وفي الليل جاء رجل وأخذ من زكاة رمضان فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل مستعطفا إن لي حاجة وعلي عيال فأشفق عليه أبو هريرة وتركه وعال الرجل ثلاث مرات متتالية ولما تيقن الرجل أنه لا مفر من لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها وقال لأبي هريرة إذا أويت إلى الفراش فاقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة قال لا قال ذاك شيطان لاحظ معي أخي الكريم لفظ الجلال الله في قوله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله فمن أنزل هو الله وهذا أدعى للإيمان به وتأمل معي رد اليهود نؤمن بما أنزل علينا ولم يذكروا لفظ الجلالة وكان أولى أن يقولوا نؤمن بما أنزل الله علينا فاستحقوا الهبوط والانحضار في المكانة والمكان فلما تقتلون أنبياء الله جاء تقتلون في زمن الفعل المضارع فلماذا سلك يهود يثرب نفس الطريق وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات فأراد يهود بن النظير أن يلقوا حجارة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بجوار حائط لبن النظير ولكن الله عز وجل أنجاه ووضعوا له السم في الشاه بعد فتح خيبر قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم مصدقا لما بين أيدي اليهود من التوراة فلا يوجد تعارض لأن كل من التوراة والقرآن من عند الله جزاكم الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة